تلقت البحرين اليوم نبأ وفاة رئيس وزرائها الأمير خليفة بن سلمان الخليفة نبأ حمل على أكتافه حزن الفراق ودموع الوداع إذ أعلنت ديوان الملكي البحريني أن الأمير خليفة وافته المنية بمستشفى مايو كلينك على أرض الولايات المتحدة الأمريكية الديوان البحريني أشار إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى أرض البحرين وستقتصر على عدد محدد من الأقارب في ظل ذلك أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي إسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعليق العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولد في الرابع والعشرين من نوفمبر من عام 1935 لينطلق بعدها نحو درب الحياة العملية إذ تولى منصب مساعد والده حاكم البحرين آنذاك في مارس من عام 1953 مستكملا محطاته السياسية في عدة مناصب إدارية حتى أصبح في التاسع عشر من يناير عام 1970 رئيسا لمجلس الدولة وفي الخامس عشر من أغسطس عام 1971 تبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء لم يكتفي الفقيد الأمير خليفة بإدارة الدفة السياسية في البحرين بل دار سدة الاقتصاد والتنمية ليحقق على إثرها تطلعات الشعب والارتقاء بهم نحو آفاق واسعة حظي الأمير خليفة بن سلمان بمكانة كبيرة لدى الشعب البحريني ولدى قادة وزعماء الدول في العالم فرحيله مؤلم لكن ذكراه ستظل باقية ولن تمحيها عواصف الدهر سلطان أجيان الأخبارية ترجمة نانسي قنقر